ومشاهدين بالعودة إلى الملف السوداني واستمرار متابعة وصول الوافدين من المصريين والجنسيات الأخرى عبر معباري قسطل وأرقين الحدوديين ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل تلفزيون المصري محمود جميل محمود صف لنا الأوضاع لديك نعم بعد التحية لازلت الجهود المصرية مستمرة في تقديم كل الخدمات اللوجستية والجذائية والصحية المختلفة للوافدين السودانيين عبر معباري قسطل وأرقين وميناء أبو سنبل النهري كل هذه الخدمات التي تقدم هي اكتهمة للوافدين قصة من الأسر والأطفال وكبار السن الذين توفدوا خلال الأيام الماضية بأعداد كبيرة جدا عبر المعباري لكن تستمر هذه الخدمات أيضا من الجانب التعليمي من خلال لقاء تم ما بين وزير التعليم العالي ووفد سوداني برئاسة السيد صادق عمر عبدالله القائم بأعمال السفير السوداني بيئة القاهرة يعني بحث الجانبان سبل تعزيز البروتوكول الموقع بين البلدين في المجال التعليمي ومدى إمكانية إلحاق الطلاب السودانيين بيئة الجماعات المصرية وأيضا الأساتذة السودانيين الموجودين في مصر بيئة الجماعات المصرية وهنا أكد وزير التعليم العالي على دعم مصر للسودان في هذه الأزمة وأيضا دعم الطلاب السودانيين والأساتذة الجامعيين وبحث مدى إمكانية إلحاقهم بيئة الجماعات المصرية وفقا للقواعد والنظام الذي سيتم الإعلان عنه وفي هذا السياق وجه القائم بأعمال السفير السوداني بيئة القاهرة السيد صادق عمر عبد الله الشكر لمصر على وقفتها بجانب الشعب السوداني في هذه الأزمة وتقديم كل أنواع الدعم خاصة في المجال التعليمي وأيضا المجال البحث العلمي وأيضا على الجانب الآخر الخدمات مستمرة فيما يتعلق بالنحية الصحية كان هناك وفد من مفواضية شؤون اللاجئين في زيارة لمستشفى أسوان التخصصي تفقدوا كل الخدمات التي تقدم للسودانيين وأيضا العلاج المقدم لهم في الأقسام المختلفة وهناك تأكيد من مدير مستشفى أسوان التخصصي على دعم وزارة الصحة للمستشفى بكل الأجهزة الطبية وكل المستلزمات لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للوافدين السودانيين حتى من يحتاج إليهم إلى التدخل الجراحي أو بعض العمليات الجراحية بالإضافة إلى وجود العيادات المتنقلة في المعابر المختلفة سواء قسطل أو أرقيد أو حتى ميناء أبو سنبل النهري فلازلت كل الجهود متواصلة من السلطات المصرية لتقديم كل الخدمات والدعم المختلف للوافدين السودانيين أشكرك محمود جميل من ميناء أبو سنبل ترجمة نانسي قنقر